السلام عليكم طلاب شونكم اخباركم شاء الله تكونون بخير اليوم نكمل اليونت الاول لسن تو يعني الدرس الثاني باليونت الاول شنو الموضوع بهذا الدرس هو اسمه جوبس جوبس يعني وظائف راح ناخذ الوظائف ونتعلمها هسا تسئلوني ستها شنو السماعة معناها هاي معناها احنا بالصرف المعلم او المعلمة المفروض عندي فت سيدي ويسمعكم هاي الوظائف على موت تتعلمون عليها وتعرفون تقروها بس بما انه انتو ماعدكم هاد الشي فاني راح اقريكم اياها وراح افهمكم عن الموضوع شوان راح يكون لك انظر لسن معناها اصغي هذا التقماء الافضل لان اجا وراي الاس لسن اصغي اند معناها وي اه وي وسي معناها قل اول وظيفة راح ناخذها هي هاي الصورة شوفوها قدامكم اسمها دكتر دكتر طلاب كل واحد يكتب الوظيفة فد 20 مرة ستليش على موت تتعلمون احرف مالتها وكتابتها لان بالوزارة راح نجيب لكم وبالشهري ايضا كلمة ناخذ حرف او حرفين وانتو تكملوها فانت اذا انت محافظ الكلمة شو راح تجاوب وطير عليك الدرجة فمثل ما قلت لكم كل واحدة فد 20 مرة تكتبوها على موت تتعلمون عليها دكتر هايا موت دكتور هايا موت دكتور هايا موت اللفظ او هنانا ا دكتر دكتر معناها طبيب نيجي هنانا هذا النادل اللي يشتغل بالمطعام ويتر ويتر طلاب من يشوفون صوتين اللي موت قلولي اي و اي لا هو صوت واحد يصير يندمجون يصولي صوت واحد والصوت الاقوى هو اللي راح يظهر مثل هنانا ويتر ويتر نادل نانا دكتعلم الطفل شوفوا الصورة اسمها تي تشار تي تشار هذا السي اتش نلوغضة اتش نلوغضة اتش نلوغضة يسموه حروف مركبة وذن الحرفين ايه تي تشار تي تشار نانا هذا سائق الحافلة سائق الحافلة اسمها باس درايفر باس درايفر انا دا اقرأ على كيفي واتهجة على مودي الضعيف واللي ما يعرف يقرأ يتعلم هاي اليو لا تلفظوها يو تلفظوها ا ا ا سريعة لان ماكو يمهي اصوات الا ستشنو اصوات الا الا هس اشرح لكم اياها باس درايفر هاي الوظيفة هذا اللي يلابس على شفقهات اسمه ان جي نير هيش قطعوها للكلمة ان جي نير مهندس ان جي نير نانا هاي دا تشتغل بالمحل مساعدة محل شوب محل واسس تنت اسس تنت معناها مساعد محل هاي الاس ويا الاش نلوغضة اش شوب اسس تنت نانا هاذا الصورة معناها فلاح فار مر فار مر فلاح هنانا هاي الابنية شنو وظيفتها وظيفتها ممرضة نيرس هاذا لا تقولون يو نيرس والاي طلاب كل اي بناءة الكلمة من رفضه نيرس نيرس هاي الوظيفة مبرمج حاسبات شنو معناها اي تي بروك رامر هنانا هاي ربط البيت شنسميها هاوس ال او يو نرفضها او هاوس وايف هاوس وايف اللي هنانا تمام هي هاي الوظائف خليناها كل واحد جو الصورة معلته نيجي هنانا شنو راح يقول هاذا راح يقول لنا فادشي احنا راح نقرأ هسه يقول اوار تي تر عفو اوار مام اوار مام معناها امي هاي المام اسم الدلع ما المادر مادر يعني ام مام الدلع معلاتها الغير رسمي اوار مام إز ليش حطينا إست لان اوار مام هي مفرد وهي ضمير هالشي فالشي ياخذ إز وما ياخذ آر اوار مام إز اا تي تر اا تي تر يعني امي معلمة هنا هاي أداة التنكير تجي قبل الأسماء وهس راح أشرح لكم ياها بورقة وقلم شنو أدوات التنكير أدوات التنكير هي الأي والآن أي وآن دائما نجي وراها أسم شنو أسم مثل بوك كتاب تيتشر معلم دكتر تمام والأي الهستخدام والآن الهستخدام شوكت أي وشوكت آن هو يجيب لك فراغ إذا لقيت ورا الفراغ كلمة تبدي بصوت صحيح فتختار أ مثل شنو سيت مثل أتيتشر وذا لقيت كلمة تبدي بصوت اللي مثل آي وإي ويو أي وآي ذو اللي الخمس أصوات اللي فنختار آن فإذا لقيتوا آ لازم تختارون وراها الصوت صحيح أتيتشر أدكتر تمام شنو صحيح وشنو اللي ما تعرفون أنا أقول لكم اللي اللي خمسة آي وإي ويو وأي وآي ذنية اللي كل أحرف إذا مو ذنية موجودات ذنية اللي البقية كلها صحيح يسموها صحيح أحرف صحيح أو ذنية حروف اللي أو متحرك هس هذا صحيح هذا صحيح فنختار أي فالأي هو من ضمن الحروف اللي فما أقدر أختار وراه أيضا اللي ما يصير يصير معركة تمام أتيتشر أدكتر الآن إش وقت وراها لازم صوت اللي لو آذة لو هذا لو هذا لو هذا يعني آي اي يو أي أو مثل آن إنجينير هسها بدأت بصوت اللي فاختار آن ليست آآ بالفراغ تختار آن بالامتحان لأن حتى هذا الآن يفصل بين هالعلة وهالعلة زيان ما عدا تنتبه لي الكلمة آور معناها ساعة ساعة تمام آآ هي بادية بحرف إش بس الإش ما يلفظ نقراها آور آور وهاي دائما نجيبوها بالوزاري ونتبه عليها فبادية بالأو وهذا الأو اللي إذا نختار آن ديروا بالكم قلت لكم زيان شون يجيبو ليها بالامتحان يجيبو لك فراغات واختار آن لو آن انت تتواه وعلي وين ورا الفراغ أنا مت تختار إذا صحيح اختار آن وإذا علة اختار آن أوكي مثل هزا هاي فقلت لكم هنانا آن تيتشار يقول أمي هي معلمة هي ش تقول آور داد يعني أبويا هنان اسم الدلع ما للفاذر آور داد أبويا إز ياخذ إز لأن هو هي إز آن انجينير باو انجينير رجدت وياها أداة التنكير آن وهاي هي هاي الوظائف اللي قرأت لكم ياها هستوني تمام طلاب بس شلناها وحطيناها بالفراغات هنا طلاب رح نكمل اللسن نفسه نفس الدرس بعدنا الوظائف بس قلت لكم كلش كلش مهمة املائها مطلوب حبايبي فليهذا رح أعيد لكم قراءتها عالصور هاي من هي هاي شوب اسيستينت شوب اسيستينت هاي شنو تيتشار تيتشار فارمر فارمر فلاح تيتشار معلم مساعد محل هاوس وايف هاوس وايف ربك بيت دكتر دكتر طبيب ويتر ويتر نادل نيرس نيرس مماردة باس درايفر باس درايفر سائق الحافلة ان جي نير ان جي نير المهندس اي تي بروك را مار اي تي بروك را مار بروك را مار تمام نانا يقول لي لسن أنسي أزغي أنقل تمام هناني طلاب واتس الوات معناها ماذا من أريد أسأل على فتشي واريد أقول لي مثلا ما عملك أقول استعمل دات الاستفهام واتس هاي سموها أدوات الواتس نزلتها بالفيديو القادم راح تشوفوها يمكن بالفيديوهات بورقة وقلم شرحت لكم هاي اختصار هاي اختصار هاي كانت what to is اختصرناها صارت what's your dad's job هاي الس التملك ما هو عمل داد أبوك يعني هذا اسمه الدلع what is your dad's job يقول لي إجاوبة هي منو هي يعني الداد الأب هاي هناني اختصار هاي اختصارات هو مهدس وهناني باقو اتكون صوت اللي فنخلي آن وما نخلي ايه ما عدا كلمة ساعة اوار نخلي وياها آن لأن الأجمل اللفظ بالرغم إنه هو حرف صحيح هناني يسأل what's هنانا كو اختصار your mom's job هنان اس التملك شنو عمل واردتك تقول لي she's a teacher she's a teacher شوفو هنانا شنو اخذنا قاعدة الاختصار ال is شون اختصرها واخذنا قاعدة ال an وال a ال an تيجي ويا اصوات العلة وال a ويا اصوات الصحيحة واخذنا الوظائف تمام طلاب اخذنا ادوات التنكير ال an وال a واخذنا الاختصارات الاختصار ال is واخذنا ال 6 تملك jobs that شون معناها that job دائما يجي ورا ال 6 تملك دائما يجي ورا اس مثل job عمل شنو عمل ابوك شنو عمل والدك نحط فارزة و اس حيث مؤس التملك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة